تقريباً 29 يوم فضلين على انطلاق شعائر الحج لبيت الله باعتباره أهم من مناسبة الروحية في العالم العربي والإسلامي وأحد أهم أركان الإسلام الخمسة أصبح لهم مشكل تحدي بيئي مرتبط بتجمع أكتر من 2.5 مليون شخص من بقاع الأرض وده بالتوازي مع الإجراءات المشددة إلى ألزمة العالم خلال جائحة كورونا مع التعافي بدأت وثيرة هذه الإجراءات تقل شيئاً فشيئاً والعودة لسبق عادها بشكل تدريجي بالتوازي مع رفع القيول والسمرار حملة التطعيم حيث أعلنت دولة السعودية الشقيقة استئناف العمر والحج وفق شروط معينة خلال الفترة الماضية خرجت علينا بعض المنظمات العالمية بمبادرات بتسعى لتوعية المعتمرين والحجاج عبر العالم لتطبيق ما اسمه بالحج الأخضر للحفاظ على كوكب الأرض فماذا يعني الحج الأخضر وكيف يصبح الحاج صديق للبيئة نشوف تفاصيل أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر